ضيفتنا اليوم في الستوديو السيدة آمنة الظاهر أخصائية العلاج الطبيعي في برلين أهلا بك سيدة آمنة هل لك أن تشرحي لنا بالبداية يعني ما فائدة التدليق أو المساج؟ المساج هو مفنون العلاج التي يحمل في طياته كثير من الفوائد فهو يساعد للتخلص من الضغط النفسي والتوتر ويساعد للإسترخاء كما أنه يساعد في حالات تيبس المفاصل وألام الشد العضلي ويساعد أيضا على فتح مسامات الجلد والتخلص من خلايا الجلد الميتة وأيضا هل يفيد فيه تنشيط الدورة الدموية؟ طبعا هو عبارة عن تحفيز للأنسجة الضامة وأنسجة الجلد لتدفق الدام وتنشيط الدورة الدموية بها طيب سيدة أمنا أي نوع من المساج يفيد في أي الحالات؟ يعني مثلا ألام الظهر، الأرق، عسر الهضم؟ هناك أنواع كثيرة من بلاد مختلفة لها تقاليد مختلفة في المساجات مثلا المساج التقليدي أو المساج الكلاسيكي يسمى السويدي وهو مساج لخلايا لعضلات الجسم، عضلات الظهر وعضلات الجسم بشكل عام يفيد على الاسترخاء كما أنه يفيد في حالات شد العضلية أما بالنسبة لعلاج أو مساج الصيني وهو يعتمد على الضغط على أماكن معينة بالجسم لتحفيز الطاقة ومن هنا يكون المعالج متدرب على تحريك المفاصل وإعادتها لشكلها أو وضعها الطبيعي وهذا يكون بشكل سليم ومدروس نعم، وفي حالات الأرق أو التوتر النفسي أي الأنواع ممكن أن تكون مفيدة؟ هو العلاج أو المساج الكلاسيكي هو يفيد في حالات الأرق والتعب النفسي بشكل عام بشكل عام نعم طيب دكتورة نعرف أن هناك أيضا مساج يستخدم فيه الأحجار الساخنة نعم، هذا المساج يستخدم فيه الأحجار البركانية التي تحتفظ بدرجة الحرارة لوقت أكثر من الأحجار العادية ويوضع بعد تسخينها لدرجة يحتملها الجسم توضع على مناطق معينة في الجسم وهي تساعد على الاسترخاء وطرد التوتر نعم، طيب برأيك ما الذي علينا تجنبه في مجال التدليق؟ أو هل هناك أشخاص لا يناسبهم؟ نعم، التدليق يجب الانتباه في حالات الجلطات الدموية أو الجلطات الأوية الدموية يجب أو يمنع المساج في العضو المصاب كما أنه يمنع التدليق في الجروح المفتوحة والجروح الملتهبة بالإضافة إلى الحوامل يجب أن يتجنب المساج إلا فيه عند اختصاصي لأن بعض المساجات قد تحرض على الطلق نعم، أيضاً أحياناً نلجأ إلى الشريك أو عندما نشعر بتوتر أو تشنج في مكان ما هل تنصحين أو أنه يجب فعلاً أن توجه إلى أخصائي؟ في حالات إذا كان الجسم أو الإنسان سليم ممكن أن الشريك أو أي شخص عادي يعمله المساج أما في حالات إذا كان الشخص متقدم في السن مراحل متقدمة وعنده هشاشة عظام أو رقرقة بالعظام ممكن يؤدي إلى كسر في عظام الشخص لذلك يجب الانتباه عند الأشخاص المريضين أو تقدمين السن أو الحوامل شكراً لك سيدة أمن الظاهر شكراً لك